كنا فرحانين جداً لأن ولادة الحكومة جديدة اللي هي الحكومة السادسة لقيادة هذا البلد والقضاء على البطالة والقضاء على كل الأمور اللي تعب من الشعب العراقي بالسنوات والأشهر الماضية ولكن تفاجأنا بالسيد رئيس الوزراء المكلف الذي لحد هذه اللحظة نعتبره مكلف على رقم أنه تم التصويت على جزء من الكابينة الوزارية ولكن لتقديمه كابينة وزارية منقوصة وأكرر هذا الكلام كابينة وزارية منقوصة حيث قام بعرقلة أكثر من وزير طرح اسم أكثر من وزير مع العلم النصاب كان كامل في مجلس النواب استقربنا صراحة من هذه المؤامرة اللي نعتبرها اليوم مؤامرة تشكيل الحكومة نحن كمشروع عربي لجزء من المحور غير راضين عن ما دار اليوم في هذه الجلسة ونعتبره مؤامرة تستهدف العراقيين بصورة عامة